موسيقى ما بزيادك بقى يا حصاب الله انت مش حاسيس ليه هو لي مش زي بقية النسوان نسل السيار بحتة ختم ولا حتة لبه هل احنا رايحين نمواته النسوان عشان انت تتسياجي؟ لا جات علي يا لبك ما انت بتتقهي فوق تاخد بالك ما نروحك على الآخر قاني المعلم حصاب الله والناس عارفين ان كسير كلامهم ده يمشي علي خلاص واني اتحمل روح تانية ليه اسحاب انتو النسوان بمعرفتك واني مش معاني من غير قام صرايا ده انت الكوم الكبير النوبة الجاية حقك يوصلك على الدائر المليك لا اني مش خمة اي ناخد حقي دلوقتي من اللي فات خلاص صرايا ايوه عشان نخرج عشان تخرج لما ناخد حقي وبعد هالك بقى امنت ايده عليكي طب اني عايزة نشوف بقى هتمدها ازاي حصاب الله ايه ده رايا السلاح يطول اياك يكون فكرك مني بنطوعك وبنسكتلك تاكلني في حق لا اني اللي بنعملو دلوقتي ودي فتوكا واني مش هنقوح لوحدي هناخد الكل في ايدي خلاص خلاص يا رايا خلاص بقى يا ولية ايوه الولو عليك بدل وتربتني انما انعدلت وفضلت سيق العوج لان اتفنوك مع اللي راحوا اني مش هافية ده دي المعلمة رايا يا جحير استنى بس يا رايا استنى يا رايا يا وي عليكي انا انت غلوية ايوه ايو انا غلوية وشيالة واني بنوعيك اني زي الجمل شيال حمور واول ما هيقلب بيقلب صاحبه فهمت يا صاحبه يا رايا المعادة معادة معادة السرداء معادة السرد الحرم خالصات احنا ودنيل والاهالة احنا المعادة لما نشوفه الست ستنا حبيبة قلبي حاجم هي وحشاني قوي يا معلمة رايا العواف ببا مستنيينك لما نصفك يا عزيز موسيقى 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 يا اختي الولية المبادعة عدت ولا كأنها شايفانة دي حتى ما قالت لناش العواف ايه؟ كنا بيتين في حضنها الولية دي ولا ايه؟ يا اختي تلاقي دماغها فيها حاجة حاجة مخترامة يكون دماغها فيها شغل ما بتشوفش غيره لو جت عالشغل احنا نفرحولها انا اكون يا بنتي مين يا عم السفيرة عزيزة؟ ايوه؟ بنتا ما تشوف عنك الحجابة؟ هيا عزيزة هزي يا ويه؟ ايه لا فاكرة ودي مين انساها؟ هتقولني بس دي أشلانة وبتموت على القرش؟ لا لا اما اقولكش حاجة تانية خالص تبقى مش مسهدة ها؟ هبخش في المفيد؟ كردان بدور واحد بس عريض حلو كده جزمة بارينة وحلق وخلخال فضل بس يا دي مش قليل يعني يقطعوا كام دول مش مهم يقطعوا كام دلوقتي ههم يفكوا الدكة اللي احنا فيها لغاية ما نقع على حد سوق مش كل مرة تسلم الجرة يا حسب الله وبعدها لك يا عبده هو اللي نقولوه ونعدوه ما ههم لما نتحملوا روح لازم يبقى صدق حاجة تستاهل ما نروحوش المشنقة على حاجة ما تستاهلش قد احنا بنقولوه يعني تصبيره على ما نلاقي الغموص وبعدين دي مقطوع من سجرة لأب ولا أخ ولا أم ولا جوز يعني يلا كلبه وراحو سيبك منو خدت معده هي راحة الساغة تشتري حاجات وهتعج علينا وهي جاي الساغة ها ها سبعت يعني فيه زيئة ده خلونا في المفيد عبد الرزق وعربي فيه ليه ما نعرفش هم بيغتصوا لما بيدكوا بيقبوا لا دانتوا اللي تقبوا وتغتصوا وجبوهم من تحت تقصيق الارض قانيش اي ما يروحش على فشوش الحرمة دي لازم تبات في ريح اخواتها الليل بالإذن ياختي حمسة ورجعات إذنك معاك ياختي راحة على فين؟ على بيتها على بيت كبير من المرة دي؟ لما نخرجه من الحرة هندولك ليه؟ يا مجران؟ مكتن يا بيت الحيطان لها ودان الله شرم عليكم طيب 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 قبلها بس ميت كان ولد يا ستة انا بس عركش عن اخبارها انا عايز اعرف ساكرة فان هيبية عايزها ليه؟ اصلها ياخوي ابعافية شوية يا ستة ما تقوليلي فان هيبت وريحيني جريا ياولية ما تطلعيش روح الراجل قوليه نسكنا فين وخلاصة اتلمي يا نص وحط لسانك جوة حنكك قولي ياخوي انت بتشرب ولا بتشبت؟ جريا يااختي انت فتحة خمارة ولا غرزة؟ اه الله انت مش بتسني على بيت راية؟ كنتو حنقولك خش البيت اللي قصادك ده تلاقيهم قاعدين في المندرة ايش بيشرب و ايش بيشد؟ راية معاهم؟ لا اللي معاهم جوة سكينة ياولية ابن سعالك على حر ما اسمها راية لازمته ايه الليك بتاعك ده؟ طب ما تقولي عايز ايه ياخويه؟ واحنا ندلوه؟ عايزينا في الكراكور ارتاح بالك حيب عملت ايه دي؟ موسيقى موسيقى طايلة كان عايزك في ايه المخبر ده؟ طالبيني في الكراكور ماتبكش كان عايزيلي نكفايلة عبصر ما عرفش صوت مين كده الاسم مكتوب في الورقة عنده ويدي حنقيله باي ما انت عرفين احنا بنعرفوش نقلق يكونوش شام وخبر شام وخبر من ايه؟ مفيش لا ريحة فاحت ولا اي حاجة لك يا ماشتش قلصة وقصص يكونو حن تسمع كلمة كده ولا كده ما يوقف عند احرفية الصدق قدي واحنا بنتحسب في الشارع على عينك يا تاجر تجيب النصايم ما ما شافوهمش هم بيسرقوا شافوهم وهم بيتنيلوا خلاص مطالي لات وعاجل اروحي شفية مع زينك في ايه؟ بس اني هقولك حاجة تحطيها حالقة فوق اي سؤال يسألهولك ولي ما نعرفوش الحور ما زينب حاسن ومنازلك بتقول ان بيتها كانت دايما بتروح عندك وانك انتش هيعتيلها بالمخصوص في اليوم اللي اختفت فيه هي العى برا يا شويش نعم شويش سول العى برا يا سول هي الولية دي عايزة ايه؟ دا يرى بس تتهم في الناس وخلاص دا كان معاها دا خدها القنضة ابصر مش عارفة دي ايه؟ هي تلقيح جتت والسلام حق ابطلودة واسمعود انت صيلتك بيها ايه خلاصيني؟ هي خياطة وان يزبونة اكتر من كده مفيش اما ليه تهماك ان كنت بخبية بيتها؟ نتخبيها ليه؟ يبقى يبتليها ابنكة دي البعيدة هنجوزها ولا رايح هنعصيها على أمها؟ اني مش نقصة اني اللي فيها مكفيني دا الوحدة مننا بتجري على المعايز دا ما تكون بتدور على إبرة في كمة قش يعني انت ما شفتهاش من مدة قريبة ولا حاجة؟ وطربي عايزة ايه يا فاط في جدعين سعيدة جم وسألوا عليك قلتلوا من انت في البيت التاني فادلت نقول لهم استنوا لما عوف جوزي يرجع ونوقت دوبه ما رديوش وماشوا لو حد جاوا سأل علي تاني ابقى هاتيهولي في النجا واني هنبقى نديكي الحلاوة فتك بعافي يا فاط الله يعافيك يا استرايا واني بنقول لما طرح انك الهوى بيصفر فيها ليه؟ اعتبيهم بيجوا هنا يا غربك يا رايح اعافي عليكم يا عافيك قلتوا سيبتوا هناك ولا ايه؟ اذاك يا سانية اذاك يا اخت الحمد لله فينك يا ولاي؟ ازايك يا معلمة راي طب هنبقى نشوفوك وبعدين بقى يا فاط انا في الخدمة يا استرايا قعدت نقول لها قاني نعرفه البيت التاني مفيش راسها والف سيف الا تيجي معايا تورهول لا اصلا اني كنت بمصيها لو حد سأل علينا هناك تجيب وتيجي على هنا انا ما انت ايه الحلاوة دي؟ ايه اللي جرارك و ايه القيافة دي؟ و مالك احلوتي كده و اتدورتي؟ ايه ده يا حساب الله انت انسيت سانية ولا ايه مش تسلم؟ لا طبعا ما انسيتها الله حد انسى الحلاوة او الطعامة دي دي كانت النغشة اللي موجودة في وص البنات كانوا كلهم بيغيروا مناه والرجالة كانوا مهوسين عليه كلامك شاهدي يا معلم حساب الله سانية دي تربية تاني اني اللي علمتها الكار واني مش نسيالك الجميل ده يا معلمة سكينة وش هيلهولك فقراسي المطرح هنا مش فاض اه طيب خلاص نروح للمطرح التاني يلا يا سكين لا روح هونت واني ورايا شو ده تبقى جلياطة وقلة زوق مش صاحباتك دي؟ طب اسبقوني واني حنبقى نحصل لكم حساب الله خد يا اخويا معاك سانية وعدي على العربي خده في ايدك وانت ماشي من الاه حاضي يا عائل انت مالك نزل عليك يصغم الله كده ليه بلاش سانية يا رايا المرة دي غالية علي اوه بنحبه وكتغلى من مين يا اختي؟ ما كلهم كاننا معاهم عيش ومالح قال لها دي السيغة اللي مرصصها في درعاتها دي تعابنا وش انا وبيرجع علينا تعيدوا من تاني واني ايه اوه دا تكون ياكل مفتخر الخصوصي يا أختي الشبية الشبية احنا عايزيني تبسطي اخر بصروا اه ايوه انتو شاديين انتو قدوا معنا ليه؟ دا القعد ومهنا حلوة تموت عندك حق يا أختي حلوة موت خدي خدي كال ثاني خدي كال ثاني إيه معلمة سكينة شرابي معانا اللي لا شربو! شربو دوما! شرب 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 يا ربي! أيو دو! ما! ما! تهودا رايا تغديني كأس! أيو! لا أهودا لقديني كأس ماينا! ستنا! موسيقى يا سكينة مالك زي ما كنت شوفت عفريت! ملا! ملا! الجماعة فيه! ملا! 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 يا أبعال! ملا! في امراض تكمالها! وإن لي بيحصل؟ هل يعرف؟ هي العبارة ديمة زي اللي قبلها بردو! ي hesitate to pay for tips !!! موسيقى المسيقى بالتعيش المسيقى البشاة موسيقى 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 الموسيقى موسيقى يرى شيء عجل تعليش مين؟ ست ريا.. يا مساء الفل دس حاسبالة جوزي ودس عبدالعال جوزوختي يا مرحب يا مرحب fast بالناس الكمة لما نروح البيت الثاني هنشيعولك العشن كتالخيرك يا ست الكل يدوم العز طبي يا شاويش جمعة تمسة بالخير بقى يسعد مساك ههه ومين بقى يجيب الأكل اللي تشويش ويرجع بيه ومين غيرك يا خودي؟ انت عايز الرجل يقول علينا بنجدبه عليه؟ وانت يا عبد العال انت تخلي مراتك دي تتلم قالك انت هتفضحنا الليلاج ما نقلق يا عشان كده قلت نخلصوا العبارة قوام قوام حصب الله احنا حنفضلوا نموتوا في النسوان دي لحد امتى؟ لحد ما يخلصوا يا عوبة مين؟ مين لي بيخافض بلد؟ ايه ها بيت؟ في اياه الملح cierto الج Argent ماسرورك داجلي هايا؟ هي يما انلي بي analog نشوفه في النار؟ إسما مين لي قالك الكلام دا بيت؟ من راجل الراجل مين يا بيت؟ الراجل متعل صندوق الضنيح حاجة حكيتي الراجل اللي قتر الراجل التاني تنشوه في النار هني هون liققع خبرك انت قلрейتك افوش يا بيت speech لقطع خبك اللي خلاه يقولك الكلام تدمتك. تسألي يا ر Somalia الي هم easternيها هونوضتك. حورمت عليك العسك. حورمت عليك عيستك انا سألات. إذا جم st monet. جميع النسوات. جميل بيزوان يا حساب الله يا حساب الله نسموك إزاي انت هتبطني ايدي يا راية اللي بتتجيها الجرسة اللي بتتجيها عادة اللي بتتجيها عادة هتليف المشروع هو ده العامين كل بتتجيها عادة ونا مش مجي سلني بس يا راية اللي بتعمل اتجيها بدك كده يا راية انت جاهدا انت جاهدا در ماشي انت جاهدا در دماغك دماغك انت جاهدا اوه اوه انحاها يا حساب الله انحاها يا اختي البت دي مالك قولك انها شفت عفري طي مالك مصروع ليه اللي عندك مالك يا بيت فيه يا لهوي مال وشك مخطوف كده مالك يا بيت انطائي امي مال همك امي عايزة تموتني خرب بيتك وقعتي قلبي في رجلية ايه قدتك عالقة بتلقيك عمالة نصيبة امنا يا خالتي هي عايزة تموتني زي المسوعة اللي بتموتوها ايه الكلام اللي بتريد يا بيت جبتي الكلام دي من الانطائي انت احسن اشرحوكي انتي جمان عايزة تموتيني يا خالتي ايه تعال تعال بديك عايزة تموتيني وليل الاول انتي قلت ايه وجبتي حكاية قدر المسوان دي من ايه طبيعي ايه 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 ياكدعي انخططوني اللى 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 هي لسه ما فقيتش ايه يا عبدالرازي مافقيتش نايمة فدونيا غير الدنيا ده ايه الرازالة اللي انتوا فيها دي ما حد يقوم يجب لها المزين ولا انتو دكين دكين مش لقين ناكله تعال عوض على حيلك دلوقتي تفو وتقوم زي الحصان تعال تعال نروحوا ومجيبوا زيزة كنيافة يسياكا سين تنام تعرف تقوم زي الفل عين مين بقى لما اخضر اللي هيت فحق كنيافة عدا من اللي خرج من البيت ده يا سعيد ده تخد اول ما شفنا يا ابا زي ما يكون افتكارنا حرامية ده هرب اول ما شفنا يمكن يكون غفير من بتوع المحلج يمكن يا ابا يمكن واهل اللي مخليك متأكد ان هو خرج من البيت الله عالم بس اسلط لخبط كده لما شفنا الله ما يمكن واحد من الغفر بتوع المحلج اللي فرحنا ورجله حدفته على هين جايز بقول لي كي انا مش عايز قلب الدماغ بقى يلا كله يلا يا عالي يلا يا سعيد ما تكروا يا اولاد انتو شأنين يا اولاد من طلعة النهار انتو شأنين ماني ما بنشموش على ظهر ايدي انا انا بتحيق لي كده طب حد اخد بالو منك ما يتحيق ليش الدنيا كانت عادمة انه بتجاية ايدي اللي تروحها يمكن الراجل يكون شافني واعمل لي جارسة لا انا مقدرش نبان مع الولية دي انا فيها تشافوني وياها قبل كده تشافوني العبارة دي مش زي اللي قابليها احنا نازم نخلوا بالنا انا انتو تروح تلبت بس تتفوت يوم طوك الولية ما تخرج من الزقاء تطبق عليها كلمتين حلوين تسحبها عليها طيب ما ما هنش هيقولها عرابي ولا عبد الرازق ايو عليك يعني احنا نوراحين نشتروا منها حاجة هنش هيقولها عرابي ولا عبد الرازق طب قول عبد العام ايوه 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 ما نبعت لها سكينة واهم امنالها لا سكينة لا سكينة معارضة في الولية دي معارضة ما نقولكش تقولك قال ايه لتصدرتلك في عايك وكان حدك انضربك على ايدك حساب الله انت اللي هتروح عايزين نخلصه من الليلة دي موسيقى عندي في البيت ده مندرة عايزاها قدق ايه قاعدة كده عالضايق ده النهاردة بس موسيقى 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 ده ايه ده ساعة الزمن قولي ساعتين خلاص اللي تدفعيه انا مش هندقه اياك مانتحرمش منك وده بنت بق على مجي اناية يلا بينا نروحه هنا يلا بينا موسيقى ده انت اللي حاف انا حنقعد نشوف الشغلة ماشي ازاي مش رايح اروحه اياكم لما كنا نقعده هنا ويا بعدينا ونخلاصه احيا عليك ايه نقعده هنا يا صاد اللي رايح واللي جاي لا الشغلة اسرار يا نبوي احنا نروحه نقعده هده ونشايعه المعلوم عبد الرزق يجي يلا ياخدش ياني ياني انا شوية وحنحصلكي يا نبوي ايه؟ مع السلامة يا خدي الله يسلمك يا حبيب الف سلامة الف سلامة يا حبيبتي الف سلامة ده ايه؟ الف رحمة ونورة عليك يا شب موسيقى موسيقى حسابال أهلاً أهلاً بالستة النبوية لما أخذها مزعليش مني العطب عن نظر ما شفتكيش ده إيه الخطوة العزيزة دي يا عزي مقدرك يا ساحسابال شايع للمعلم عالدرازة وقول له ما يعواش اللي نبوية مستعجل من عناية نشايعه له وصع لأزازة قزوزة بس تبقى ساقعة من عناية ملعندي يا الزوزة وملعندي ساقعة احنا عندنا أغلى ولا أعز من الستة نبوية القوضة دي شرحة وبرحة مش زي قطك يا رايا كاتمة مايا عشان كده بنفكر ننقل هنا عودي اختش على حالك وعودي يا أهلاً يا أهلاً شكري بسم الله حي مودي أهلاً فالفكم ايه ما انتي حجوه ايه ماء له ده ياختي الحاجة عندو حق ماشغر ديشي خاف عليك الف言 كل يوم و التاني واحدة تدفش و ما حدش يعرف ليه مطرح ماضحة Doncs ماسماكتش ولا ايه يا راي ده نسوان وحشة رجالتهم مش مالين عنيهم إنما قولي يا نبوي يعني إحنا إخوات يعني إنتي ياختي مش برضو لحق جمالي عينك الحمد لله بس حسين رجل ولا كل الرجالة شفت بتقولي عشان إنتي حرة من بيت أحرار تقولي كده إنما دو كان نسواني عايزين الحار نسوان بطلة وحشة وقلتوا مش هتخشوا مش هتخشوا معايا من الأول لا أتحصى بالله والله عايزين بتخش الوحدة في الأول عشان ما حدش ياخد باله طب هلعملوا إيه في الولية الرزيلة النظرجية اللي اسمها أمين أمو أحمد دي دي لازق ريح الباب على طول ريا مفهماها إن الأعدة أعدة أنس والحرم النبوية دي في بينك وبينها معرفة قديمة هي دي الرسمة ولا ها تصدق عبد العيل هتصدق إن شاء الله إن شاء الله معلمة ريا دي معلمة الحق معلمة ما جابتهاش ولا ها عندها المخرج لكل مزنق وعندها الحل لكل ها ولا ها انت حترق كتير خش يا حجم بحجم ها حصبان ها نص هات ربع ناكلوا إحنا الأول لقمة مع بعضينا عشان يبقى يعيشوا ملحة وبعد كده نوكلوا السلحة رماذة ست ريا ولو فيها رزالة يعني النص الريال ده تجي بنا بيه لقمة على كيف كيفك وبعدين نشوف الشغل ونشوفه كل اللي نفسك فيها ست نبوية ملا ها ها حصبال فيه الزوم منجهة، بس عايزك ويني راجع تكون محضر لي الأساسي راجعة؟ ليه وانت راحة فيه؟ رايحة نجيب لها مؤاكلة ما تصحصح معا يا رجل انت ما تعقلة رايا بتاعة تعمل عليها معلمة وعلى أهلك كمان، مش عاوبك يا راهة عMerحومك نقا عجبك، معلم عليها وعليها خلفوني كمان ابعت عبدالعالي سكينة وانت خف الشرب شوية خلي العبارة دي تعدي علي خير ما اختي اشرب يا عزوزة مع الاكل عشان تخدمي وتعرف ترجعتك اي تاني ويا يا حاج هو المعلم مش هيشرب ولا ايه اه؟ با انا جاي بشرب معايا اهو تخديلك شفطة؟ شفطة واحدة هتخليك ايه؟ هتخلي دماغك اكل من جاها وتعمله عميل معاك ما نقولك ايش وتخليك تحب الدنيا والدنيا تحبك وتبقى ها 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 لا يا اخوي حد الله ما بيني وما بينها انا من مشربوش الهبابة دي اشربينش ينقذو زينا باوية اشربينش ينقذو زينا باوية يا طعمها كده لازم يكون حوضان ايا ناكلو احنا الاول لقمة مع بعضينا عشان يبقى عيشوا ملح وبعد كده نوكلو سلحاد رماضة سترية ولو فيها رزالة يعني النص ريال ده تجيبنا بيه لقمة على كيف كيفك وبعدين نشوف الشغل ونشوفه كل اللي نفسك فيها ستة نبوية بلا ها ح Bagh Stein فصابال clause ممّ ليه اللي عبارك؟ منجهة بس عازاك واني رجع تكون محضرين لإعزازة راجعة، ليه وانت راح فيه؟ رايح هنجيب لهم أكل، ما تصحصح معايا يا رجل انت ما تعال يا ريال، بتاع تعمل علامة معلمة وعلى أهلك كمان، مش عاجبك يا رحمك؟ ناقا عجبك، معلم عليها وعليك خلفوني كمان ابعت عبدالعال سكينة، ولا تخف الشرب شوية خلي العبارة دي تعدي على خير مياخد شربي يا عزوزة مع الأكل عشان تخدمي وتعرف ترجعتك لتاني واني حاج هو المعلم مش هيشرب ولا إيه؟ هم؟ ده هم؟ أنا جاي بشنب معايا هو بتخديرك شفطة؟ شفطة واحدة؟ هتخليك إيه؟ هتخلي دماغك أكل من جاها وتعملوا عميل معاك ما نقولك إيه؟ وتخليك تحب الدنيا والدنيا تحبك وانت بها لا يا أخوي حبدالله ما بيني وما بينها أنا من مشربوش الهبابة دي؟ هشربوين شين قزو زينا بواي هشربو ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وخلاص ما بقاش عليها غير قاعدة البسطة والسكر خلينا في المفيد جبتلي قرار الحرمتين اسكتوا الحرمتين دول عايزين حش رأبيهم متجوزين ومشيين في الخبس عرفت عنهم ايه؟ الحرمة الاولانية اسمها زنوبة وبيقولولها يا حجازية متجوزة راجل عرباجي بشتغل على حنطور ومشيها مع الراجل اسمه محمود موسى السماك والمرة النشفة التانية اه دي شوق بقى متجوزة برضو بس ماشي مع الراجل اللي بيجي معها اللي اسمه حسونة تبقى بانت خالد حجازية ومالك بس دول عايزين رسمة تانية حلوة موخة كانت ايوة كده بقى عندنا سبنتين جدادي نعمة طب اسم النبي حرصة اللي هيقفلنا في الزور مين ده؟ عبدالعيل مهدول يتابعه يا فق غزبنا عن عين اللي خلفوه نتكاتر عليه واحنا نتكاتر عليه ليه؟ مراته تتكاتر عليه ده زمان نفخة مطلع صاده ومرقادان طب ما هي محلولة يا راية لا العبارة كده تاخد وقت واشنا عايزين نخلصوها بسرعة قبل ما رجلهم تاخد عالمطرح وششهم تتعرف في الحار ايوة عليك يا راية وعلى نفوخة اتي ايه؟ ها يه ها 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 هاتقر ده احنا منقول يا حيطة دارين انا مش تكرانة ووعي لكل كلمة بتطلع منحنكي و لما تنغذي من النسوان ماشي على كيفها وجوازتها سايباها تبقي سكرانك أنا عاوزة نموتهم خرمتين دولي و رايحها نموتهم طب تحليفي على البخاري إني عايزة نموتشيهم فأني ما نحلفش على الحرمانية وأني شرب بس مدام عاوزة نموتهم هنحلف تبقي تنحرق بجاز اللي اتنين يا سكينة اللي تمره واحدة و ماله اللي موت واحدة يموت عشرين أيوك دي تبقى ليلى عليك وعلى عبد العادل وأني نخدموك بعناية إزاي الكلام ده؟ والراجل اللي جاي وراها دلوقتي هنموتوها انت و فين؟ و إذا ما جاشت دل عادي صاحبك يحق إنا نموتوها ولا صعبانو عليك قاوي بس أنا يعني مش شايفة إن السيغة اللي لفسها الولية دي تستاهل موتها ولا حالة تطلعوا تنزلوا أنا عايزة أكت موتوا الولية النهاردة بلا و شمعنا الولية دي يعني المعلمة بتقول إنها مش خبسة حاجة تستاهل أنا حكمت رأيي والولية دي لازم تموت إنتي الجنانتي يا سكينة إنتي كلامك مامشيش علينا أيها ياختش الولية دي يعني دعناك في حاجة أنا متغازة منها والولية دي لازم نموتوها ولا حنقلب له خلالة على أتمها الكل لا لا ياختش ولا تقلبنا ولا حاجة ده إنتي طلباتك أوامروا على رأسنا من فوق خلاص يا عبد العلم موتوها الله تفضحنا موتوها الله تفضحنا كابسة كابسة موليس كابسة كابسة يا لاوي يا لاوي هروحوا في كل وقت إيها يا راية ? إين لحباسه؟ باية للبوليس الحقولي هروحوا بقاية mini ياختش Arrival ياختش إيه لحكى الأب واحدة؟ والبوليس خلال ليها نص بيقولوا فيه ولا حرامي بس خلق بلايتي الغندور وقال إيه قتل اتنين خلقيت كنت فكروا مكابسين علينا إيه يا بيس علينا إيه واحد المؤخزة بنعمل حكا خلق انت على معي فوق أنا مش هنعمل اللي فتناخكم زين أجيبهم لهم إحنا عملنا كده عشان خطر الغلبانة دي دكتها الطائم الغيز كنا بنخدمه مروقة يعني مروقة مروقة ايه لا ده إحنا ابتدينا نترسله على بعض لا سترايا إحنا مش خامة مش خامة والكلام ده ما يخرش علينا شغلة زي دي لما تعملوها لوحدكم ممكن كلنا ننكشفه ولا ها ونتعكو فيها وما حدش يقدر يقول ما ليش دعوة وبعدين إيش عرفنا بقى أنتوا بعتوا الدهب كامل طب أحلفلك على سيدي البخاري والسيدي عماد إن ما جاني منها كتر من ثلاثة جني تقتل واحدة عشان ثلاثة جني ما هيطلعت زي اللي قبليها الدهب طلع عشرة وكل واحدة لبسة غويشة تخنوها إيه ما فيش تميز ما تقول لنفسك يا عرابي ما خدتش بالك لأن الغويش فالس والنوبة اللي فاتت قبل ما تكتم نفس الولية هو كان مين اللي سحابها وقال عليها العبارة سهلة وقريبة خلاص بقى إحما تكلمنا في الولية دي كتير خليونا في المصيبة اللي إحنا فيها ده حتى عبعال ما كانش موافق وما كانش عايز يخنوها يا زنوبة دي مش تبع صاحبك عبعال أيوة كانت ماشي معاه ما خلاص بقى اللي فات مات وزا كنتو زعلانين عشان ما خدتوش نصيبكو قاني مستعدة ندي كل واحد نصيب ده إيه الاستبياع ده ماهو إحنا لو استبيعنا مرة ممكن تضطر بق على دماغ الكل إحنا كنا بنسحو النسوان إيه اللي لعيل ولا تيل ولا أهلي يسألوا عليهم الحورمة دي كان بتيجي المطرح ومعاها تلت نفار يعني ممكن يسألوا عليها ممكن ده إيه دول أكيد مش حيسكوتوا ودي الكراكون بعتلكم يعني حنتجرجروا واحد وراء الثاني وتدفنوها هنا هنا ده إيه الرزالة دي أحلف لكم بالبخاري وسيد إعماد إنكم تهطلتوا إنت يا ريا إنت يا اللي مخك يوزن بلد بزيها تعملي كده الحورمة دي لو ريحتها طلعت حنتجرسوا ومش بعيد يلفونا في ملايا يقتلوها فوق وينزلوا بيها تحت والرجل راح جاء على المطرح لا ويه عادي إن يلهفوا نصبنا كمان مع إننا متفقين إن العبارة لو دهية تيجي للكل ولو خير يعوم ولا ها كلام ما عادش يود ولا يجيب خلاص الوليها اندفنت والعبارة حصلت وسها منافت ما هديش أورة مرتك يا الدل عادي ولا دلوقتي بتسلت إيدك وإحنا اللي شارزين ما خلاص بقى إحنا هنسيبوا المصيبة اللي إحنا فيها ونفضلوا نتعاركوا أنا خايف بس اللي هيبعاتوا اللي واد الزكاك في الكراكون يسألوه عن الولاية دي ومين اللي قالوكوا ترجعوا الولا ده تاني ومال مين اللي هيشوف طلبات زباينكو يا عمر يا عمر ما يسكينا إيه؟ آه أحضلك النقص يا سي عبد الرازق أنتو تعادوا وكل واحد فيكو عمال اللي فيها معلم وإحنا اللي نخدمه الزباين الولا الزكاك يعرف أسام أصحابي كلهم خلاص نمشوه أعسام ما يودينا كلانا في داه حني أعود؟ أعود عن إذنك يا حرفت رايح على فين؟ هنجبولك الراجل هو بعيد؟ لا دا هنا جنبنا علقنا طيب وحياتك ما تتأخرش علي يا ستراين أنا عايزك تتطميني أنت مش هتخرج من هنا بالمتراسي على كل اللي في ضمنك ما تراحك يا حبيبتي؟ خلاص جديد المترجم للقناة 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 يا الله هي وماذاك اتأخرت لي اه ها هنردار عليها مخافش نردار انا هنمسكها لها الجامد وانت تبتم بالمنديل على طول هيو بس دي مرعف هي انا هنتعملها وانت باكون فيها طب يا الله بيك اربا قلتوا لسا ما خلصتوش قلتوا هتا حسي قلتوا هنأخره كده قلتوا هنردار عليها برازي مش لقيله طب طب تفضلوا وقافين كده ما تخلصونا يلا عملتكو همه مالي لا مالي يا سيدي العوان فاجعتين مالكو وقافين كده ليه الحمدلله على السلامة يا امه اللي شلم يا حبيبي تومك اهلا يا حماتي شوئتي الغريبة شوية ليه خير قالها وما لسكينا فيه هي حصل لها حاجة لا والحاجة دي بعافية شوية عندها التمرجية جوها بتعمل لها كساتهاو اه يعني حبت باردة طيب اه ما تخش مع ام قرايا توريها سكينا خش يا ام اه اه قريبا شايفها تنحشي النهاردة ايه المعصد يا رابي يعني حابكة الولية دي تجيه النهاردة الراس مباسط يلا يمكن الولية دي لعا عمر يا حماتك ما تعرفش تعرف يا رجل انت وبعدين دي مرة تاكل مال النبي وكل ما انقطر الناس الرازي بايه اللي ما تخلي رايا تصربها تصرب مين اعرابي هي كالبها هتصربوه يعني كحابكة حماتي تيجي النهاردة دا الولية كطلاص فاركة كعبي وتقاب الرب كريم ايه المصيبة بقى لو بلطت هتقعد الى قلبنا وتوقف حالنا واعدين بقى يا ربنا مش نخلصنا من الولية دي ولا نخلصوا عليها احنا نخلصوا عليها بصفة ايه انت تتخبلت في نفوخك حق ابو الطلو دا واسمعو دا هو انت خلاص الخلق بعمدك كيس ما هي عدة مرزية بتاكل حاسنة وتنام حاسنة وقطع عنينا الرزق مش كيف هالفلوس اللي بتنصرف عليها ويصراها على قلبها دي كده انت بندفع حاجة من جيبك ما احنا اللي بنشقه وبندفعه هي الولية راح هتقعد عندنا لعمر كله دا كم يوم وهترجع موت يا حمار نكون تبكينا ساعتها ومش لايه حق الدخاء يعني نعملوا ايه نكرشوا الولية واتنونها ما تجيش هنا تاني طب شهوري عليانتي دلينا نتصرفوا ازاي في وقف الحال اللي عملهولنا امك ده احنا نجيبوها هنا وقت اللي عبارة ما تجهز عند السكين السلام افروض امك نقطت زي النوبل اللي فاتت تفضح ما قطت وقت ما يحصل كده نبقوا ناخدوها على جنب ونفهموها ونسكتوها بارشي هيا مقصة انت هتلب من الخلق على حتة نقمة العيش اللي قد كده ده احنا بنشقو فيها ما بنكلهاش بالساهل انت بتحرم على ايه اوعاك تقول لت خلاصوا على الولية تاني لا امه بنقول النوبة الجاية ممكن ناخد امك ونسكوها سكرانس ما بتشربشو مش شطيش همم خلاص ابنوا خديها هي والبيت بديعة وروح وزوروا سيد اعمال اياك شهي يا طاردة شايفها ملحو على الزيارة الاولية قوي امال يعني عربي وعبد الرزق مش بينين اليومين دولة هاجروا رخرين ولا ايه ما هاجروش ولا حاجر احنا اتفقنا ان احنا ما نتقابلوش مش عايزين حد نشوفونا مع بعض يكشكونوا ترمختوا على حدوتة ماري ماريم اقول ايه انت الجنانتي انت مش شايفها اللي بيحصل حواليك ولا ايه بقى احنا بنقوله احيطة دارينا دوموا نقتلو انا ماريم دي لو نطلنا قطعوا من جتتها نساير نساير ونموها للكلاب تقولها قصاد عينها وهي حاية ونحرقوا عليها قلب سكينة والتعامات خلاص حظاها كيه بغتاه فارقت معاها يوم واحد انا خايفة من البيت سكينة تخالفت كده بالكلام ولا حاجة ده بقالها كم يوم ما شربتش ادمخها مش موزول ادي احنا برضو عارفين هنقول ايه وهنعمل و ايه انا بنقولك يا حصابا ماينفعش كده سكينة تصربوها ازازة كونياك ولا فيها سكت نبيت تعب الجماغ فيك اني مش فاهم بقى احنا طول عمرنا بنقوله راية دي دماغ هتوزن بقى دينت الجنينة عايزك تكتذكر وتألفط في الكلام وتهدينا في ستين ده يا مش كده اسمعي ادي احنا بنعيده عليك الكلام تاني اهو لو رجل جات في الخاية وسألوك عني حتقولي ايه هيا شغلانة هنقول اني متطلقة وعايشة الواحدة عايشة الواحدة كده يا ماما ما لاني بعمل ايه بقولك يا بيت انت اسمعين كويس انت تكتم خالص اللي نقوله عليه تحفظيه وتقوليه لحسن قسما عظما قطع من جتاتك وارمي الكلاب السكت انت طلقت امي يا با ايوة ايوة طلقتها ايوة اني طالب خلاص طلقني ارتحت ايه بقولك يا بيت لو سألوك مين اللي قاتل النسوان هتقولي ايه هلقولهم ان يعرفوك ايوة كويساوي لو مسكوك عزبوك وضربوك تقول لهم اللي قاتل يبقى عرابي عبدالرازق عديلك كحكاية انا وامك سريتنا متجيش مفهوم؟ لا دا بديعة شاطرة مش انت شاطرة يا اختي دا روحها فماها اوعي يا بديعة يخدمك يا اختي الكراكول ويكوني بالنار ويضربوني ترجعالي يا بديعة؟ اه انا عايزك بقى تعودي تعيدي وتزيدي في الكلام دا وتعيدي وتزيدي لغاية ما يزبط جوه دماغها وتحفظه لازم تما تجيبش سرتي ولا سرتك خالص لقد استغلت هذه العصابة العلاقات التي بينهم وبين الضحايا والتي كانت تصل الى حد الثقة العمياء واطمئنانهن اليهم فغدروا بهن والدلالة على وحشية المتهمين الماثلين امام حضراتكم انهم لم يكتفوا بقتل واحدة او اثنين قتلوا سبعة عشر امرأة وتفرغوا طوال عام كامل لهذا العمل الرهيب حضرات المستشارين قد تبدو الطريقة التي اتبعتها العصابة في قتل ضحاياهم بقدم انفاسهن اقول قد تبدو اقل قسوة من طرق القتل الاخرى ولكن الطريقة التي اتبعوها في اخفاء القثث قثث ضحاياهم تكشف عن غلظة قلوبهم وتبلد احاسيسهم اذ كانوا يدفنون الجثث في المكان الذي يعيشون فيه فيأكلون ويشربون ويتصامرون ويرتكبون الفواحش فوق الجثث وبذلك تجاوزوا حدود الطبيعة البشرية الى التصرفات البربرية التي لا حد لشرها اريد ان ابني ملاحظة حول مقولة ان القضاء المصري قد استقر على عدم الحكم باعدام النساء لان قانون العقوبات كما تعلمون سيادتكم لا يفرق بين الرجل والمرأة لذلك فنني اطالب بتطبيق اقصى العقوبات الواردة في قانون العقوبات والحكم باعدام كل من رايا علي همام سكينة علي همام حصب الله سعيد محمد عبد العال عرابي حسان عبد الرازي يوسف سلامة محمد الكبت هميلة منصور تحمد علي القادوسي علي حسر الصاير وعديلة جابر الكحكية محكمة موسيقى قررت المحكمة إرسال أوراق هذه القضية إلى حضرة صاحب الفضيلة مفت الديار لإبداع رأيه فيها وحددت لصدور الحكم في الدعوة يوم الاثنين الموافق 16 مايو سنة 1921 رفعت الجلسة مفت الديار؟ يعني أنا مسيم حاجة وانت من إمتى كنت بتفع؟ هم هي موتونا يعني ولا هيعملوا فينا؟ هواحنا كلنا بقر محدش عارف القضي هل إيه؟ هو قال هيبعاتنا المفت الديار تصدق يا حساب الله؟ هتصدق إن شاء الله القضي ده راجل طيب هنيعرفه تصينا حكم هاوي هيرياحنا إن شاء الله طويل ما هو حاجة لإجاباتنا!!! تصوية عوضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حصاب الله سعيد ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف يستحقون عقاب الفاعل الأصلي لقيامهم بسفك دماء سبعة عشر امرأة عمداً مع سبق الإصرار والترخط واستباحتهم لأموالهم وتبديدهم لها في المنكرات وارتكابهم لآثام لم يسبق لها مثيل في القسوة والفضاعة منذ عهد تأسيس المحاكم إلى الآن وأن كل من رأي ويسكينة علي همام يستحقان عقوبة الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة في الأعمال المساهلة لارتكابها وذلك بأن أحضرت المجني عليهم إلى محلاتهم وقمنا بإسكارهم لتمكين الفاعلين الأصليين من خنقهم بدون أدنى مقاومة فوقعت جرائم القتل بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً على كل من رأي علي همام وسكينة علي همام وحصاب الله سعيد ومحمد عبد العام وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف بعقوبة الإعدام شنقاً كما حكمت المحكمة على المتهم علي حسن بالسجن لمدة خمس سنوات وبراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليه روفعة الجنسة أمّا أمّا راكمي موتى يا أبيل يا أمّا أمّا مكتلك يا بيت يا موتاً والله أكتر مكتلك فالعيون البشر أفضل لكن عيون السماء الموت ده مش ممكن يا عبدي يا ربور رب السماء موجود كعلاقة عمل الدور فتران فيه متهرب أهدى اللي لا يمكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر